استقبل وزير الخارجية سامح شكري السفير دفع الله الحاج مبعوث الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني ونقل المبعوث السوداني إلى شكري رسالة شفاهية من رئيس مجلس السيادة السوداني إلى الرئيس السيسي حول تطورات الأوضاع في السودان مقدما الشكر لمصر حكومة وشعبا على استقبالها بكل موادة وترحاب للمواطنين السودانيين الفارين من نيران الحرب وأشار شكري إلى توجيهات الرئيس السيسي لجميع أجهزة الدولة المعنية منذ اليوم الأول للأزمة في السودان بتوفير أكبر قدر من الرعاية وحسن الضيافة للأشقاء السودانيين كما أكد وزير الخارجيان مصر حريصة على التعاون مع الأزمة الحالية في السودان باعتبارها شأنا داخلية